شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول وضع برنامج للعطلة الصيفية ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع المحور الأول ضرورة وضع البرنامج بشكل عام المحور الثاني ما هو البرنامج الذي ينبغي أن نضعه لهذه العطلة أما بالنسبة إلى المحور الأول فوضع البرنامج بنحو عام أحد العوامل المهمة في صناعة نظام القناعات وتطوير نظام القناعات تعلمون أن النظام القناعات أحد الأنظمة المهمة في الحياة البشرية بل يمكن أن نقول أن النظام القناعات أو القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الحياة البشرية الذي جعل العالم عالما والجاهل جاهلا هو النظام القناعات العالم اقتنع بأنه يمكن أن يكون عالما وهناك قاعدة معروفة تقول أول الفكر آخر العمل مو المهم آخر العمل وإنما المهم أول الفكر لأنه أول الفكر هو الذي يصنع آخر العمل العالم العالم من اليوم الأول اقتنع بأنه يمكن أن يكون عالما هذه الصورة التي كانت في ذهنه يقال أن هناك كان رجل لعله عامل في مطب هذا كان يطمح أن يكون طبيبا الآن هو عامل الآن هو عامل ولكن يطمح أن يكون طبيب كان قد وضع في غرفته صورته صورة نفسه وكاتب تحتها الطبيب فلان كل يوم يجي ينظر إلى هذه الصورة هذا أول الفكر يعني يفكر في يومي الأيام يكون طبيب وفعلا في قضية تحول إلى طبيب الذي جعل العالم عالما والجاهل جاهلا هو النظام القناعات الذي جعل الغني غنيا والفقير فقيرا هو النظام القناعات الذي جعل الحاكم حاكما والمحكوم محكوما هو النظام القناعات الذي جعل العظماء عظماء وجعل التافهين تافهين في الحياة هو النظام القناعات الفرق الفرق بين الأفراد في هذا النظام الذهني المهم ولذلك في الحقيقة هذا النظام له دور عجيب في الحياة وفي فروع الحياة حتى حتى أحد التجارب التي جربها العلماء أنه أحيانا يعطون للمريض دواء مزيف يعني هذا يعاني من ألم في القلب يجب يجب في الوقت المحدد أن يتناول قرصا معينة ولكن هذا القرص مموجود أو يريدون أن يقومون بعملية أن يقوموا بعملية اختبار على هذا المريض يجون يعطوه لقرص في ظاهره يشبه الدواء المطلوب هذا مقتنع عندما يتناول هذا الدواء عند تجارب متقدمة عندما يتناول هذا الدواء يشعر بالراحة هذا قناعة عنده قناعة عنده يأكل هذا الدواء المزيف وفورا يؤثر أثراح هذا من اللي يأثر اللي يأثر القناعة اللي عنده مو الدواء الذي أكله طبعا هذا ما إلي حاله عام وشامل لكن في بعض الحالات أكو هناك تجارب تثبت هذا الموضوع عندما واحد لا يكون عنده برنامج لا تكون عنده خريطة لا تكون عنده خطة قناعة أنه لا يطلب منه شيء ولا ينتظر منه شيء وهذه القناعة تدفعه إلى النوم مو عندك برنامج اللي مو عنده برنامج ما الذي يفعل يذهب وينام يقضي وقته في مجالس البطالين يقضي وقته في الأفكار السلبية أكو بعض الأفراد دائما يعيشون حالة سلبية كل يفكرون في الجوانب المظلمة من الحياة عند حالة كآبه عند نظرة شاؤمية إلى نفسه وإلى الحياة وإلى الآخرين وإلى كل شيء ولكن واحد عندما أمام برنامج عندما أمام خريطه هاي الخريطة التي وضعها تؤثر في قناعاته أنا مطلوب مني أن أحقق هذا البرنامج هذا يدخل في عمقه يدخل في روعة صاحب الجواهر قناعته أنه يجب أن ينهي الجواهر أي قناعته ولذلك يعمل ليلة نهار صاحب مفتاح الكرامة قناعته أن يكمل هذا المشروع العظيم ولذلك حتى في حصار النجف الأشرف يشترك مع المجاهدين في الجهاد ويكتب كتابا فقهيا البرنامج الخريطة تحرك الطاقات وتعطي القوة هناك كلمة لطيفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في هذه الكلمة قدر الرجل على قدر همته إذا أردتم أن تعرفوا مقدار فرد إيش قد قيمة هذا الفرد لاحظوا همته شنو طموحه في الخيام الشاعر يقول في وصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر همته الصغرى إذا صح التعبير أعظم من الوجود أعظم من الكون الرجل عندما تكون همته كبيرة إذا أحنا نريد نعرف مقاديرنا إحنا جد قيمتنا يجب أن نلاحظ ما هي همتنا المرأة اليابانية ينقل أنه همتها كثير من هون أنه أولادها تدخله في الجامعة أو تخرجه من الجامعة هذا هو الهدف أن يكون متخرج أو يكون جامعيا قدر الرجل على قدر همته القطعة الثانية وعمله على قدر نيته الخريطة ما هي الخريطة التي وضعتها لنفسك هذه الخريطة تحدد طاقتك وتحدد عملك وتحدد نشاطك وحتى تحدد ضعفك وقوتك واحد واحد على أعتاب الهدف يشعر بالضعف يعني أنتم قد تعينون لنفسكم هدفا قريب من الهدف واحد يشعر بالضعف فكل ما واحد خريطة تكون أكبر عمله يكون أكبر ويكون أعظم وعمله على قدره أو قدره نيته ما هي النية ولذلك في الواقع نحن يجب أن نضع لنفسنا برنامجا حافلا برنامج كبير يمكن نصل إلى تحقيق هذا البرنامج بعد أربعين بعد خمسين عام ما أريد الآن أذكر تفاصيل القضية ولكن شاب عمره خمسطعش عام هذا أخذ ورقة وقلم يعني قاعدة وحدد أهدافه في الحياة شنو هدفه مية وسبعة وعشرين هدف يجب أن أحققها في الحياة عندما بدأ كان عمره جئت خمسطعش عام عندما كان عمره تسع وخمسين عام يعني بعد كم عام بعد حوالي أربع واربعين عاما أهداف بعضها خطيرة بعضها خيالية تعرض للموت ثمنطعش مرة في طريق تحقيق هذه الأهداف يعني مو أهداف عادي بعد حوالي أربع واربعين عام يأخذ القلم والورقة مثلا ويرى أنه حقق من هذه الأهداف مئة وستة هدفا كم واحد باقي واحد وعشرين وله تفاصيل الآن ما علي بتفاصيله نحن نقعد نحدد ما هو هدفنا نحدد مئة هدف مئتيان هدف عشرين هدف ونحاول أن نمشي باتجاه هذه الأهداف هذا اللي عنده هذه الأهداف الكبيرة ما يشعر بالتعب ما يشتغل بالجانب المظلم من الحياة لأن هذا الهدف يشده إليه واحد ليش يشتغل بالسلبيات لأنه شغل ما عنده دائما الأطفال عندما شغل ما عندهم بالبيت يبدأون بالتخري الطفل إذا عنده برنامج في البيت يشتغل ببرنامج أما إذا ما عنده شغل ما الذي يفعل يبدأ بالتخري يروح إلى المطبخ ويأخذ الأواني ويكسرها يقلع الورود في الحديقة لأن عمل ما عنده النفس هذه طبيعته إذا واحد في يوم من الأيام واحد من العلماء أو المفكرين يقول من نعم الله علينا أننا عندما نستيقظ من النوم صباحا نجد أمامنا أعمال لا تنتهي هذا من نعم الله علينا هناك بعض الأفراد يتعبون أنه ليش هذا الخط مينتهي ليش علم الفقه مينتهي ليش علم الأصول مينتهي هذا من نعم الله علينا لأنه في يوم من الأيام إذا انتهى العلم أو انتهى العمال واحد يصبح عاطل والرجل العاطل يدمر نفسه ويدمر الآخرين هذا حول المحور الأول وهو ضرورة وضع البرنامج بشكل آه برنامج حافل أيضا برنامج متنوع نصير الدين الطوسي على ما ببالي قرأنا كنا نقرأ في هوامش جامع المقدمات يقول كان يضع أمامه كتبا متعددة مختلفة في فنون متعددة وينكب على دراستها من أول الليل إلى الصباح أو إلى السحر يطالح وعندما يتعب من فن معين علم معين ينتقل إلى علم آخر وعندما يتعب يغسل وجهه بالماء أو يرش على وجهه الماء وإذا توصل إلى حل معظلة علمية أو كشف علمي يقول أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة لو عرفوها لقاتلونا عليها وين لذات الملوك الملوك نايمين في بيتهم أبناء الملوك مشغولون بالصيد في الغابة مثلا وينهم شون قيمة هذه اللذات هذه الفتوحات العلمية هذه الاكتشافات العلمية المحور الثاني ما هو البرنامج الذي نضعه لأنفسنا مضافا طبعا إلى البرامج التقليدية الطبيعية هناك ثلاث نقاط النقطة الأولى برنامج لتهذيب النفس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له كلمة لطيفة يقول في هذه الكلمة كلما ازداد علم الرجل زادت عنايته بنفسه وبذل في رياضتها وصلاحها جهدا الاهتمام بالنفس هذا يرتبط بالعلم واحد جاهل لا يعرف ما هي خطورة هذه النفس وأنه في مواجهة أي خطر كبير شايفين الأطفال لا يشعرون بالخطر كثيرا ليش أنتو الآن في سيارة في طريق جبلي أكو كم سنتيمتر السيارة شوية تخرج عن السيطرة توقع في الهاوية الطفل لا يشعر بالخطر هذا عدم شعوره بالخطر نابع من جهله ليش أولياء الله تعالى يشعرون بالخطر بالخوف في الآية الكريمة إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فَحَقِيقَةً هُنَا لِكَ خَطَرٌ كَبِيرٌ نقل لي واحد عن أحد العلماء مو موجود هنا في بلد آخر كان يقول لي فلان أنا كل ما دا أكبر أشعر بالخطر أكثر خطر كبير لذلك هذه الرواية تقول كل ما ازداد علم الرجل شعوره بما حوله شعوره بالمخاطر والمخاوف زادت عنايته بنفسه أكثر يهتم وبذل في رياضتها وصلاحها جهده يحاول أن يروضها في كل لحظة واحد يحتاج إلى العناية كما في هذه الرواية في كل لحظة إذا أردنا أن نمثل بمثال مادي الله تعالى جعل لنا أمثلة مادية في هذه الحياة بعض الأحيان إحنا بعض الأشياء نحتاج إليها في بعض الأحايين في آداب المتعلمين على ما أتذكر الموجود في هامش جامع المقدمات يقول مثل الدواء يمكن واحد كل عام مرة يحتاج إلى الدواء كل شهر مرة يحتاج إلى الدواء هذه بعض الأشياء هناك بعض الأشياء واحد يحتاج إليها في كل دقيقة مثل هذا الهواء الذي نستنشق إذا هذا الهواء كم دقيقة ينقطع عنه واحد ينتهي هذا المخ يحتاج إلى هواء أكسيجين دائم إذا شوي هذا الأكسيجين ينقطع عنه وإذا به يتحول إلى فرد معوق أحيانا في حالات الولادة تحدث هذه الطوارئ أكسيجين ينقطع عن الوليد لحظات يخرج معوق إلى آخر حياته وأنا شفت بعض المعوقين من هذا القبيل أو يموت العناية بالنفس الحاجة إليها كالحاجة إلى الهواء لذلك يحتاج كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبذل في رياضتها وصلاحها جهده مرة واحدة واحد يروح وينتهي والعياذ بالله جيد إحنا الآن نعيش في سياق معين واحد اللي يعيش في سياق اجتماعي معين عادة يغفل عن الرؤية الكلية لذلك تلاحظون أنه في الشارع 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 مرة واحدة يأتي ويغير كل نظام حياتنا تغيير يأتي شهر رمضان كل نظام حياتنا ينهد الليل يتحول إلى نهار النهار يتحول إلى الليل وضع الوجبات ووضع العمل كل يتغير شنو هذا أثر هذا أثر أنك تخرج من هذا السياق المعين السياق المعين الذي يمشي فيه الفرد يمنع الإنسان عن الرؤية الكلية أنه وين دا يروح ما الذي يعمل إلى أين يسير ما هو المصير ما هو وضعه شهر رمضان يجي كل الأنظمة تختل أو تتعدل فيتيح لك شهر رمضان مجال للتفكير للتأمم للوقفة مع الذات يأتي الحج هذا تحول زماني وهذا تحول مكاني تذهب إلى الحج كل الناس يجب أن يذهبوا إلى الحج كل نظام حياتهم يتغير أصلا يعيش في حالة أخرى يروح إلى بلد آخر يعيش معادلات ثانية بعد نظر إلى المرآة ماكو لا ينظر إلى المرآة المحللات اللي كانت علية تتحول إلى محرمات نظام اختار اتغير في هذا التغير واحد يتمكن يعيد النظر في حياته وفي مسيره وفي مصيره العطلة تعطينا هذا المجال واحد يخرج من إطاره ويدخل في مجال آخر في معادلات أخرى يتمكن في واحد في هذه العطلة يذهب إلى العمر العمر تغير نظام حياة الفرد كثير من الأفراد الذين تابوا تابوا في الحج أو في العمر يذهب إلى مشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه يذهب إلى سوريا ومزارات سوريا كل مزار له إيحاء معين يعني حتى إذا ذهبت إلى قبر عمار ابن ياسر في سوريا في الرق إلى إيحاء معين جعفر ابن أبي طالب صلوات الله عليه في الأردن أخت السيدة المعصومة صلوات الله عليه في أذربيجان هذه تجديد في الحياة واحد يتمكن يطالع بعض الكتب الأخلاقية إذا يتمكن واحد يجد مربيا فهذه غاية المنى ولكن لعله في كثير من الأحيان اليد لا تصل إلى المربي كل علم يحتاج إلى مربي علم الفيق يحتاج إلى مربي علم الأصول يحتاج إلى مربي علم الهيئة يحتاج إلى مربي الآن إذا واحد يريد يقرأ علم الهيئة يعني الجغرافيا والفلك بلا مربي من يتمكن عادة علم الأخلاق أيضا يحتاج إلى مربي إذا وجد المربي واحد يجد حتى إذا واحد يسافر إليه فهذه غاية المناخ إذا مواحد ما يجد الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ينقل أنه كان له مربي وهو تلميذه تلميذ الشيخ الأنصاري كان يتتلمذ عنده ولكنه كان أستاذ الشيخ في الأخلاق وهو المعروف بالسيد علي الششتري وتنقل عنه كرامات عجيبة وقضايا عجيبة الآن ليس في صدد بيانها وتفصيلها كان يحضر عنده الشيخ في كل أسبوع مر ويتتلمذ عنده إذا واحد ما يتمكى يطالع المطالعة جدا مؤثر مطالعة أحوال الشيخ الأنصاري مطالعة أحوال المقدس الأردبيلي مطالعة أحوال السيد مهدي بحر العلوم هذه المطالعات تنقل الفرد إلى أفق آخر بعض الأشياء المستحبة إذا واحد يتمكن يبدأها في هذه العطلة طبعا أكو هناك مناهج معينة مو ضرورية هذه المناهج هو الشيء اللي موجود في كتبنا الفقهية وفي مفاتيح الجنان إذا واحد يعمله وهذا يرفعه إلى مستويات كبيرة هذا هو البند الأول برنامج لتهذيب النفس البرنامج الثاني برنامج للعودة إلى الأصول ما هي أصولنا؟ أصولنا ما أوصى به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي هذه هي الأصول والبقية فروح ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا شنو معنى التمسك؟ التمسك بالقرآن الكريم يعني شنو؟ القرآن الكريم نظام للحياة إذا واحد لم يعرف القرآن الكريم إذا واحد بعيد عن القرآن الكريم هل يمكنه أن يتمسك بالقرآن الكريم؟ إش كد أكو تأكيد إحنا عدنا أعظم من القرآن وأهل البيت صلى الله عليه إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الإمام الرضا صلى الله عليه كان يختم القرآن في كل ثلاث كل ثلاثة أيام كان يختم ختمة كاملة إحنا نقرأ في اليوم والليلة صفحة واحدة من القرآن الكريم الذي لا يقرأ القرآن هل يمكنه أن يتمسك بالقرآن؟ الذي لا يفهم معاني القرآن هل يمكنه أن يتمسك بالقرآن الكريم؟ القرآن مهمى، مهجور عندنا كأفراد وعندنا كأمة القرآن تحول إلى إحدى الكتب الهامشية النتيجة شنو؟ العترة وعترتي أهل بيتي العترة التمسك بالعترة كيف يكون؟ إذا واحد ما يعرف سيرة العترة إذا ما يعرف أحاديث العترة أنتوا جربوا في مجمع من المجامع اسألوا فيها ألف واحد هل تعرفون عشرة أحاديث عن الإمام الهادي صلوات الله عليه عشرة من ألف واحد كم واحد يعرف؟ العترة تحولت إلى شيء هامشي أحاديث العترة سيرة العترة إحنا عدنا أعظم من القرآن الكريم والنبي الأعظم وعترته الطاهرة كلها على الهامش نهج البلاغ على الهامش واحد نقل لي أن فلان كتاب علمي أكو عليه إلى الآن مئة وخمسين شرح مع أنه تقريبا يمضي على عمر ذلك الكتاب مئة عام ونهج البلاغ يمضي عليه حوالي ألف عام مئة وخمسين شرح ما أظن أكو عليه هذا مو معناته إهمال نهج البلاغ الصحيفة السجادية على الرح الكافي على الرح الذي لم يعرف أحاديث العترة سيرة العترة هل يمكنه أن يتمسك بالعترة كما ينبغي النتيجة شنوه ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا إحنا عندما لم نعطي للقرآن مرجعية وما جعلنا للعترة مرجعية شنو معناته معناته إما نعمل بإجتهاداتنا أو نتلقى من المجتمع واحد من الأثنين إحنا نجتهد إجتهاد يعني نظريات ننسجها في المجال الاجتماعي في المجال الأخلاقي في المجال الديني أو نتلقى من المجتمع إحنا نعيش في مجتمع معين هذا المجتمع يكون ملاكاً لنا وهذه الإجتهادات البعيدة عن القرآن والعترة وهذا التلقي من المجتمع البعيد كثير مننا عن القرآن والعترة معناه الضلال الضلال يعني القرآن الكريم يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الضنكة الآن كم مليون عانس أكو في بلادنا عشرات الملايين أرقام مهولة ليش؟ للإبتعاد عن القرآن والعترة الله يقول وأنكحوا الأيام منكم هاي مفردة طبعاً مفردة صغيرة وأنكحوا الأيام منكم فإننا نقول لا كم أيم أكو الآن في بلادنا الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوجة لها الله يقول وأنكحوا ما أكو عدنا في الثقافة معينة عمر معين وضعناه شرائط معينة النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إحنا عدنا مقاييس ثانية النبي صلى الله عليه وآله يقول خير نساء أمتي وأقلهن مهرا 500 درهم النبي صلى الله عليه وآله تزوج جميع نسائه بماهر السنة 500 درهم وفي بالي أن كل أئمة أهل البيت صلى الله عليه وآله هذا كان مهرهم كل أنظمتنا السياسية الحاكمة على مر التاريخ ابتعدت عن هذه الآية الكريمة وأمرهم شورى بينهم غير قضية الإمامة النبوة والإمامة بالنص نحن مو كلامنا في منطقة النص الهي شورى ما ولذلك نحن نعيش في التخلف ونبقى في التخلف الغربة إنما تقدم بعض التقدم لأنه أخذ بجانب من جوانب هذه الآية قانون الشورى قانون الحريات قانون الأرض لله ولمن عمرها قانون من سبق إلى من لم يسبق إليه أحد فهو أحق به كل هذه القوانين ملغات نحن نقعد نفكر كدول وكمجتمعات وكأفراد نعمل بآراءنا قال الله وأقول الله يقول بكروا في الزواج نحن نقول لا الله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله نحن نقول مني الله يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه على لسان نبيه نحن نقول لا الله يقول لا تبقى امرأة واحدة بلا زوجة نحن نقول لا هذه المشكلات التي تعج بها المجتمعات امرأة زوجها يموت وهي شاب المجتمع يفرض عليها أن تبقى إلى آخر عمرها هشك هذا أي نوع من الضلال في الواقع والضياع في المجتمع أربعين عام خمسين عام يجب أن تبقى وحدها تحت ضغط هذا المجتمع الضال الإمام الباقر على ما أتذكر يقول ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وأنا أبيت ليلة واحدة بلا زوجة شوفوا في تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أي مرأة زوجها يموت كان يتزوجها شخص آخر ولو هذه القضية قضية عرضية ولكن لأن هذه المشكلة مشكلة حادة في مجتمعاتنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء هذا العالم الكبير كان يأتي إلى بحثه بحثه العلمي شاب جاي من أصفهان يقال له الشيخ محمد تقي شاب غريب فالنجف في يوم من الأيام كاشف الغطاء يقول له لهذا الشاب الغريب هل عندك زوجة يقول له من يزوج شفد واحد غريب فقير فيقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء لتلاميذه أنتوا قعدوا هنا ثم يصطحب الشيخ محمد تقي إلى بيته ويقول له أن عندي بنتين بنت في غاية الجمال وبنت في غاية الكمال انتخب إحداهما هذا من أكبر العيوب عندنا شايفين فد واحد إذا شاب فد شاب مؤمن متدين يقول تعال أنا عندي ابنية بالبيت تعال أخطبها شايفين لا نحن عدنا في الذهنية معينة أفكار معينة انتخب إحداهما فقال الشيخ محمد تقي أنتخب التي في غاية الكمال بعدين رجع إلى البحث وزوجها منه بعد أخذ الموافقة من البيت الثقافة القرآنية ثقافة ثانية غير ثقافة نحن عصلا نعيش في عالم آخر ثقافة أهل البيت ثقافة ثانية نحن نعيش في عالم آخر النتيجة لن تظل بعد أبدا الضلال الضلال السياسي الضلال الاقتصادي الضلال الاجتماعي الضلال في كل الأبعال حكوماتنا في ظلال مجتمعاتنا في ظلال أفرادنا في ظلال طبعا لا نقصد الجميع الصبغ العام ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا إش قد أكو تأكيد القرآن رؤية هذا بصائر للناس القرآن شفاء إحنا عدنا أمراض نفسية إذا واحد تخيل أنه ما عنده مرض من الأمراض النفسية في مجتمعاتنا الحاضرة اللي عقدت الأمور هذا جدا يجب أن يكون نادر القرآن شفاء واحد يقرأ القرآن يشعر بأن هذه الأمراض تعالج وتشاف في نهج البلاغة ويستثيرون به دواء دائهم في دعاءكم اليمن اسمه دواء وذكره شفاء بعض علماء النفس الجدد يعتقدون أن أفضل علاج للأمراض النفسية الكلمة أفضل علاج فكيف إذا كانت الكلمة كلمة الله إحدى الأشياء المهمة المهملة كلمات الله مضافا إلى القرآن الكريم الأحاديث القدسية حقيقة عجيبة مؤثرة إلى أبعد الحدود كلمات الله أحاديث أهل البيت هذا نعمل حرمان نحن نعيش حالة حرمان أنقل لكم هذه القضية المحدث القمي رحمة الله عليه هذا الذي أفنى عمره في مطالعة أحاديث أهل البيت وكتابة أحاديث أهل البيت وقرأت في كتاب أنه قضى لكتاب السفينة البحار هذا السفينة البحار لا تصورون عمل هي قرأت في كتاب أنه قضى لكتاب السفينة البحار في مجلدين 35 عام من عمر 35 عام ينقل أن بعض العلماء الغربيين عندما رأوا هذا الكتاب قالوا هذا مو عمل فرد هذا عمل لجنة فكيف قام به فرد وأظن أني قرأت في مكان أو سمعت أنه طالع بحار الأنوار مرتين يعني 220 مجلد تقريبا طالعها لكتابة هذين المجلدين ومن أفضل الكتب النافع سفينة البحار في يوم من الأيام استيقظ من المنام وكانت عينه تؤلمه المحدث القمي رحمة الله عليه صاحب مفاتيح الجناء فابن يقول رأيت أنه مو مشغول بعمله قال اليوم عيني تؤلمني في بعض الكتب كاتبين تؤلمني في بعض الكتب كاتبين تؤلمني بشدة ما أقدر أطالع أحاديث أهل البيت ما أقدر أكتب صلوات الله عليهم الشاهد في هذه الكلمة وأضاف المحدث القمي والألم بادي على وجهه أنه أنا أخاف أن أكون قد طردت من ساحة أهل البيت اللي أنا اليوم محروم من مطالعة أحاديثهم وكتابة أحاديثهم هذا حرمان هذا الطرد هذا اللي ما يقرأ القرآن هذا مطرود من رحمة الله اللي ما يقرأ أحاديث أهل البيت هذا مطرود من رحمة الله اللي ما يقرأ نهج البلاغ والصحيفة السجادية هذا مطرود من رحمة الله حرمان وأنا أخاف أن أكون قد طريت هواء كان متألم يقول ابنه رحت ثم عدت إلى البيت ورأيت الكتب والأوراق محيط به وده يكتب أو يطالق فقلت له ما الذي حدث قال في الواقع أنت بعد ما طلعت أنا رحت وتوضعت شوفوا هذه العقيدة رحت توضعت وجلست أظن أو لعله مستقبل القبلة وأخذت كتاب الكافي كتاب الكافي كان عندك كتاب كافي بخط أحد العلماء الذي يقال له أتوني الشيخ ينقل عنه في الرسائل في آخر بحث البراءة أخذت هذا الكتاب كتاب الكافي ومسحته على عيني بنية الاستشفاء وشفيت والآن أنا مجهول بالكتاب كاتبين في أحوال المحدث القمي بعد ذلك لم يعد إليه وجع العين إلى آخر حياته شوفوا هذه العقيدة ولاحظوا هذا التوفيق وينقل أيضا في أحوال المحدث القمي رحمة الله أنه في يوم من الأيام كان عند الطفل أو طفلة عمره أو عمرها ثلاث أعوام فتمرضت فجاءوا إليها بدواء فالمحدث القمي وضع إصبعه في الإناء وأخذه يصنع هكذا زوجتي قالت إصبر حتى أروح أجيب الملعقة قال لا إنما وضعت يدي للاستشفاء لأني كتبت بهذه الإصبع آلافا من أحاديث أهل البيت اليد اللي تكتب أحاديث أهل البيت هذه تكون شفاء القلب الذي هو محل معارف أهل البيت هذا قلب نوراني لاحظوا هذه الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه اعرفوا منازل الشيعة جد منزلتنا عند الله وعند أهل البيت على قدر روايتهم ومعرفتهم فإن المعرفة هي الدراية للرواية كم نعرف من الرواية وكم ندري من الروايات لنعرف منزلتنا في هذه العطلة ينبغي علينا أن نعود إلى هذه الأصول القرآن الكريم تفسير القرآن نهج البلاغة الصحيفة السجادية كتاب الكافي بحار الأنوار وغيرها من الكتب هذا هو البرنامج الثاني إذن برنامج لتهذيب النفس برنامج لعودة نعيش واقعا متخلفة في المجالات السياسية الاقتصادية الثقافية الفكرية الدينية من الذي أوجد التحول في الهند فردا الملع عناية الله والآخر صديقه من الذي أوجد التحول في الفلبين فارد عبد الله المكي من الذي أوجد التحول في تايلاند فارد وهو أحمد القمي اللي كان يعيش هنا نفيقه أفراد من الذي أوجد التحول في إيران فارد واحد العلام الحلي كثير من التحولات التاريخية كان وراءها أفراد أكثر أو كثير من هؤلاء الأفراد الآحاد كانوا أفراد ضعاف مستضعفين لا قدرة لهم لا مكانة لهم ما كانوا أفراد ذوي قدرة أو نفوذ أو سلطنة أو حكومة أفراد ضعفاء مستضعفين العلام الأميني رحمة الله عليه الذي خدم الأمة هذه الخدمة الكبرى نقل لأحد الخطباء قال جاء هناك أحد زملائه كأنه كان مد العلام الأميني في طهران اجي إلى طهران فالعلام الأميني ما ضيف ضيافه فزميله قال له لماذا لم تضيفني قال في الواقع لأني لم أكن أملك ثمن ضيافتك هناك تعريف مشهور للعلامة الأميني وهو الرجل الذي ألف الغدير هذا تعريف ثاني للعلامة الأميني الرجل الذي لم يكن يملك ثمن إضافة زميله تضيف زميله إذا أنتوا تلاحظون أنه هؤلاء الذين كانوا وراء التحولات التاريخية لعل أكثرهم أو كثير منهم كانوا أفرادا مستضعفين ولكن بالهم بالقناع بالتوكل على الله تمكنوا أن يحققوا هذه التحولات إحنا إن شاء الله إذا توكلنا على الله واستمددنا منه ومن أوليائه نتمكن بإذن الله أن نساهم في صناعة التحولات التاريخية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بلا نور أشعر تزوج ده شكرا